موسيقى اولا كيف ندخل المقابلة نجلب طرواب والتي تجعلنا نمشي اوه في اهل سبور الترتيب ما تأتيش لنا ذاك شي حتى نقطة ايجابية رغم اننا كنا نقلبه على الفوز كيف شوف شوف فارق الخاص بفارق دفاع حسنين الجديدين جابش يلعب الوراء اما جاش بش يلعب كوراة القدم نقطة ايجابية بالنسبة الاخر السنة نحتاج نقطة كيف يحتاجين الموسم الماضي يعني زغلنا اللقاب على نقطة و نريد نشكر الزملاء الذين قدموا المباراة جميلة صراحة حاولنا ان نباق توقع الأوراق الخصم ما تأتيش لنا ذاك شي و نريد نقوله للجماعير السوسية اننا سنعودوا ان شاء الله الدب والتي ضعت لنا في البلاد و بالنسبة للقرعة صراحة فجأتنا نحن كلاعبين ولا سطاف ولا الناس دي الإدارة هذا شي صراحة جميل انك غدي تلعب في مقابلة ضد فورق وطنية في المغرب و عندنا مقابلة وحدا اللي غدي نلعبه خارج أرض الوطن رغم انه فريق الكونغولي ما بعيدش بزاف كيف شفشو هذا صراحة بالنسبة لي انه شي كيف يفرح انه ما ديش نخرجه ونصافره بعيد كيف شفشو هذا العياء كي أطر شوي على المرضود دي اللاعبين و غدي ندخلوا احنا كنعرفوا فريق ولا رجع البيضاوي ولا فريق الكونغولي احنا شفنا المشهد دياله و احنا عازمين باش ندوز ان شاء الله من دور المجموعات و نلعبوا على حويج خرا ان شاء الله و صراحة الآن كتمروا احد دوره في عائلية في وصل نادي حسينة اكاديل صراحة احنا تفاجئنا كانت عندنا واحد لسيونس في السيمانة و خبرنا ميسيون ميقيل ان احمد مايرا يروح يعني برغبة دياله هو اللي تعرف المصار دياله فين غدي مشي فكورويا و صراحة احنا تأثرنا تأثرنا واحد شوية اول حاجة فاجئنا و ثاني حاجة انسان خاله انسان طيب انسان اللي بدك يدخل في المجموعة صراحة كيف يشو المقابلة للاخرين يعني بدك يطور طور للمؤهلات دياله و بدك يبين على انه يستحق انه يكون مكانة دياله في فارق حسينة اكاديل و هذه كورة القادمة مرة غدا يمشي احمد ماير بعد غدا يمشي واحد خور بعد غدا يمشي سوفيان بوشين يعني هذه كورة القادمة و كيف كتعرف وراء اجواء صراحة عائلية في وسط فارق حسينة اكاديل و هذه نقطة القوى اللي كتعرف حسينة اكاديل انه يفوز في جميع المباراة موسيقى موسيقى موسيقى